تكلم الإنسان في شيء هو مدرسهوش دي مصيبة أقف ذاع عند جملة مصيبة ولو سمحت يا شادي وأنا مش من المدرسة دي ولكن نظراً لأن الموضوع استفزني جداً حتى لو بشكل شخصي ابعد عن كتاب ربنا وابعد عن آيات كرآنية صريحة وناقش تعالوا نوري الناس اللي قال عليه الدكتور عبدالله رزي في توصيف حيادي جداً للنوعية دي من الشخصيات أو الإعلاميين أو المزعين اللي بتتكلم في كلام شرح نفسه من الدكتور عبدالله عشان نشوف حج مخترته وارجع تاني أتكلم مع الدكتور عبدالله واشوف النوعية دي من الكلمات ممكن تحدث ايه في المجتمع يلا نشوف الفيديو ده ونرجع تاني مع الدكتور عبدالله رشدي زي ما قلت لكم الموضوع مهم جداً لسه مكملين كده خش عليها كده عشاني بقى تعال أنت ابتدوا نائب شجاع في مجلس النواب لتقديم مشروع قانون بهذا المعنى أم ربنا بقى كده وإحنا مش من هوات إن احنا نقعد نتكلم مع ناس تانية صخر لنا برنامج اسمه أحلام مواطن بيقولك فيه ناس بتتقي ربنا وبتفكر بمنتهى الموضوعية والالتزام وبنقول لحضرتك إيه اللي انت بتقوله ده ده كل الكلام هيكون متواضع لو حبيت انا فسر واتناعش في شرح كلمتك زي ما قلنا الدكتور عبدالله اللي منتكلم فيه يبان كلام مليان جزء من المنطق عارف انت اللي هو بيجيبك بقى كده وكده وانا هحاول ان انا يعني اعمل سواة فعالي ووهدى لان انا فعلا فعلا بشكل شخصي الموضوع ده يعني مع كامل تأديري واحترامي وانا عمري ما جبت مزيع وعلق على كلامه انا او مرة تقريبا بعد سبع سنينة الشغل في الاعلام اعمل كده دكتور عبدالله الناس جات تسمع كده بش جات تسمع نانا هو قال يعني هو كامل على كلامك يعني انت كما لو كنت وصد بعض في تتكلمه تعليقك ايه على الفيديو ده يا فندم تعليقه واللي قلته قبل الفاصل قبل الفيديو عفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلا وربك لا يؤمنون يعني لا يتم ايمان الانسان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يعني مش يحكموك بس يعني ايه معنى الاية وحكموك نروح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نشوف حكمه طب ده مش حكم سيدنا النبي ده حكم ربنا ذات نفسه طيب يعني اول حاجة لا يؤمنون ايمانك لا يتم الا ان تحكم رسول الله وربنا سبحانه وتعالى اولى طبعا طب رقم اتنين مش تحكموا بس ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت يعني كمان ما يحسوش بغضادة ولا زعل من الحكم بتاعك ويسلموا تسليما يبقوا رضيين مية المية ستسفيد مية في المية طب انا هعمل ده ازاي والسيد المحترم بيقول لي انا هاخد كلام ربنا مش هغير النص بس انا هوقف العمل به يعني هاخد الاية وحطها في الفريزر وجمدها ليه علشان انا شايف برؤيتي الشخصية انها مش مناسبة النهاردة طب انت مين قالك كده مين قالك انها مش مناسبة اصلا يعني عدم المناسبة للواقع انت جبتها منين ثم ايه الخلاف بين الاية وبين الواقع هو في جزء من كلامه عشان بلده بقى بكمل معاك نقاش قال ان هو من منطلق بقى المساواة وان المرأة مكفة مستبقى رئيسة وزراء وان المساواة والمرأة نزلت سوء العمل ليه نكتزئ في الجزئية دي وما نسمحش ده منطقة طبعا ثم تنزل يا فندي بتشتغل وتشتغل رئيس وزر وتشتغل رئيسة المريخ حد عنده اعتراض انا ما عندش اعتراض ايه علاقة ده برضو انها تاخد في المراث نصيب مش بتاعها ثم السؤال هو احنا ليه بنصور للناس او للعالم من المرأة في الاسلام المراث بتاعها لطول لو اقل من الراجل احنا ليه ما عندناش امانة ليه ما عندناش امانة علميا وابضح للناس ان فيه عندنا في المراث هم اربع حالات بس اللي بتاخد فيهم المرأة نصف الرجل ولو عدت عدل حضرتك الحالات مش هنخلص بس هنحاول مثلا الحالة الاولى الزوج والزوجة لو فيه اولاد الربع والنص الحالة التانية الام والاب لو مفيش اولاد تلتين وتلت الحالة التالتة الابن الصلبي والبنت الصلبي الصلبي اللي هو من صلب الراجل على طول مش ابن ابن او بنت ابن يعني مش حفيد الابن الصلبي والبنت الصلبية للذكر مثل حظ الانثيين الحالة الرابعة الاخ الشقيق والاخت الشقيق ادي اربع حالات طب هل بحثنا في المواريث ووجدنا ان كل المواريث في الفقه الاسلامي بتزدار المرأة كما يريدون ان يقوله هو عايز يقولك ان الدين او الفقه اللي عندنا ده او الايات دي مش عملية طب لما هي مش عملية اصلا ربنا نزلها ليه لما هي فيها ازدراء واحتقار زي ما هو بيفكر هو او غيره ربنا حينزلها ليه هو ربنا سبحانه وتعالى اللي قال يريدوا الله بكم الوسرة ولا يريدوا بكم العسرة ما كانش عارف يعني اللي قاله الاخ الكريم ده المذيء او غيره كانت غيبة عن ربنا الحتة دي حشد الله طب رحت من دماغه واحنا فكرنا بيها بعد 1400 سنة طيب هم احنا دورنا في كل حالات المواريث ملقناش ابدا حالة بتاخد فيها الست زي الراجل ولا حالة واحدة لو كان عندنا المواريث كلها يا سيد الكريم الست دايما تاخد قل من الراجل يبقى مع حقه يبقى مع الملحدين كمان حق ان الاسلام بيزدار المرأة لكن لما لا اننا عندي في المواريث ان ده مش خط مش تراكح احنا ماشينا عليه في عندي حالات زي ما بتاخده النص بتاخد زي بالزبط مفيش توصيف الحالة بيختلف طبعا مثال بسيط مثال بسيط ابو وام واحد مات وسبع ايال وسببه امه ابوه هياخد ايه؟ السدوس وامه هتاخد ايه؟ السدوس الاثنين في نفس الدرجة الاثنين نفس جهة القرابة الاثنين نفس كل شيء حالة تانية لو واحد مات وسبب اخوة لام واخوات لام ذكور واناث واناث الجميع حياخد كلهم حيكونوا شركاء النسب متساوية للذكري مثل حظ الانثة حالة رقم ثلاثة لو واحد مات او واحد ماتت او واحد ساب ام ام وترك زوجا ابا الاثنين هياخدوا زي بعض الاثنين هياخدوا زي بعض طيب لو واحدة ماتت وثابت جزها خلي بالحضرتك وما عندهاش ولاد وثابت اختها لو الاسلام بقى بيزدار المرأة زي ما هم بيقولوا يبقى الفلوس تروح يمين كلها لجزها بقى اختملها انت انسى انت تحت اللي عزك الله البلاط ملكيش لازمة لا بتاخد نص المراث والزوج بياخدوا النص اشتركوا في القناة